مزيد من المتابعة تنضم إلينا من الهيئة العامة للأرصاد مرسلات أكسترانيوز مرنة عادل مرنة أهلا بك في هذه الجولة الإخبارية مدردك من تفاصيل حول حالة التقس تحياتي لك إيمان تحياتي لكل مشاهدي شاشة أكسترانيوز بالفعل منذ ما يقرب من يومين بدأنا نلحظ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة أيضا لدرجة الرطوبة هذا الارتفاع يأتي مع زيادة في سطوع أشعة الشمس وأيضا خاصة في أساعات الظهيرة نجهد هذا الارتفاع في درجات الحرارة ومع حلول شهر رمضان الكريم بالطبع ارتفاع درجات الحرارة يجب أن يتابعه المواطنون للتعرف على أبرز وأهم الأوقات التي يجب أن يتجنب النزول فيها إلى الشوارع وذلك للحفاظ على سلامتهم وأنتعرف على التفاصيل أكثر حول هذه الموجة من ارتفاع درجات الحرارة وكل ما يخصها عن حالة التقس يسعدنا أن يكون معنا دكتور منار غانم عضو المجلس الإعلامي لهائة الأرصاد الجوائية نرحب بك يا دكتور على شاشة أكسترانيوز أهلا طبعا بحضرتك أستاذة ميرنا وأهلا بكل أستاذة المشاهدين في الهيئة العامة للأرصاد الجوائية منذ ما يقرب من يومين بدأنا نلحظ ارتفاع في درجات الحرارة أيضا درجات الرطوبة بحدثينا عن هذا الارتفاع الملحوظ الذي نشهده هذه ليه بالفعل احنا بدأنا من الاسبوع الماضي نشهد ارتفاعات الدرجات في درجات الحرارة زروة الارتفاعات دي كانت بالأمس وصلت العزمة على القاهرة الكبرى لستة وتلاتين درجة مقوية الأجواء كانت بالأمس شديدة الحرارة خلال فترات الليل الأجواء باردة خاصة أن احنا بنلاحظ خلال فترات النهار زيادة الفترات سطوع أشعة الشمس معظم الكتل الهوية اللي بتأثر علينا الكتل الهوائية الجنوبية قادمة من الصحراء شبه الجزيرة العربية أو حتى الصحراء الغربية لكن ابتداء من اليوم بدأنا نشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بحوالي كام 4 ل 5 درجات يعني احنا اليوم متوقع العزمة على القاهرة الكبرى تكون واحد وتلاتين درجة مقوية الأجواء هنحس بيها أن هي مائلة للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى محافظات سواحنة الشمالية هتظل شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد ده طبعا خلال فترة النهار خلال فترات الليل الأجواء هتكون مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية مع غياب أشعة الشمس كمان احنا اليوم ملاحظين فيه نشاط للرياح على أغلب مناطق الموجودة في شمال البلاد نشاط الرياح ده اليوم بيزود إحساسنا بيه الأجواء الرابعية وتلطيف للأجواء وانخفاض في درجات الحرارة ده هيكمل معنا غدا ان شاء الله انخفاض طفيف في درجات الحرارة لكن متوقع من يوم السلساء القادم يكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة موجود ارتفاعات في درجات الحرارة تستمر معنا لنهاية الإسبوع ان شاء الله هتبلغ فيها العظمة على القاهرة الكبرى ما بين السبعة وتلاتين والتمانية وتلاتين درجة مقوية ده طبعا خلال فترة النهار الأجواء هتبقى شديدة الحرارة خلال فترات النهار خلال فترات الليل أيضا فيه ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى هتكون ما بين 19 و 18 درجة معوية خلال فترات الليل الأجواء هتبقى لطيفة خلال فترات الليل أيضا مع يوم الثلاث هبقى فيه أتربة عالقة هنلحصها في سماء القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري سواحنا الشمالية وده هيستمر معنا مع ارتفاعات درجات الحرارة يعني الثلاث والأربع والخميس وكمان ممكن يستمر معنا اليوم الجمعة القادمة إن شاء الله ارتفاعات في درجات الحرارة حدثتين عن درجات الحرارة حدثتين أيضا عن درجات الرطوبة ما هي الحالة المتوقعة لدرجات الرطوبة خلال هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة وبالفعل احنا دايما في الربيع متعودين على نسب الرطوبة المنخفضة لأن احنا معظم الكتل اللي هي اللي بتأثر علينا في فصل الربيع هي كتل هوائية جنوبية معظمها قادمة من الصحراء الغربية أو حتى الصحراء شبه الجزيرة العربية الكتل دي بتبقى منخفضة نسب الرطوبة عشان كده احنا دايما بنقول احساسنا بدرجات الحرارة في فصل الربيع مزي فصل الصيف لكن طبعا نسب الرطوبة بتبقى خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى بتكون ما بين الثلاثين والخمسة والثلاثين في المية خلال فترات الليل بتكون ما بين الخمسة وسبعين والثمانين في المية نسب رطوبة منخفضة مقرنة طبعا بفصل الصيف وده اللي بيجعل المواطنين ما يشعروش بالارتفاعات درجات الحرارة الشديد خاصة كمان مع وجود نشاط الرياح نشاط الرياح ده ما بيخلناش نشعر بارتفاعات درجات الحرارة وبيقدي لي نسب رطوبة أقل تكيد دكتور منوان غريم شكتورنا نورتين على الشاشة أكسترونيوز شكرا جزيلا إذن إيمان ومشاهدين هي ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ للحد وخلال هذه الأيام ربما اليومين اليوم والغد ستكون هناك انخفاض نوعا ما في درجات الحرارة لتعود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى بحلول يوم الثلاثاء لذلك على الموطنين تجنب السيرة في أشوارع خلال الساعات التي تأتي بها ضروة الظهيرة وسط وعشعة الشمس وبالعودة إليكم مرة أخرى في استوديو